احنا لما بنسمع كلمة الجهاد اول شيء بيجي في فنة هو الجهاد في سبيل الله الا هو بيدخل فيه القتال بالسلاح لكن كتير من العلماء بيقسموا الجهاد الى نوعين الجهاد الاصغر وهو الجهاد القتال والمواجهة والدفع والجهاد الاكبر اللي هو جهاد النفس التأسيم ده مبني على حديث للرسول الله سلم اخرجه الامام النسائي والبيهاقي وان كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث بس هو هو حسن بشواهده فهو حسن لغيره يبقى اذا هذا الحديث حسن لغيره بيقول في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمتم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاقبر قالوا وما الجهاد الاكبر قالوا مجاهدة العبده هوى يبقى الجهاد الاكبر هو مجاهدة العبد هوى من ضمن الهوى اللي يحصل دلوقتي واحنا مش نخلونه واخدين بالنبي هوى شوية صعب ايه الهوى ده هوى من الغماس في الاحزان والسقوط فيه مستنقع الكآبة اقصد هنا الاحزان والحزن اللي هو بيسمونه الحزن من الاسود المانع من الحياة ومن حسن معاملة الله سبحانه وتعالى